السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبائي الطلاب بنكمل الجزء الثاني اليوم في درس الديناميك الحرارية قبل من نتطرك للجزء الثاني نراجع أولا على القانون أمس اللي هو اللي خدناه إن القيو بيساوي الأم في السي في الدلتا تي القانون الثاني اللي هو الدلتا يو بيساوي القيو ناقص الدابليو هذا يسمى القانون الأول في الديناميك الحرارية من تطبيقات القانون الأول في الديناميك الحرارية المحرك الحراري بعرف فيدة المحرك الحراري إلى الوظيفة بتاعته لتحويل الطاقة الحرارية إلى الطاقة ميكانيكية بصورة مستمرة كفاية المحرك الحراري هي عبارة عن قيمة الشغل الناتج مقسوما على كمية الحرارة المضافة اللي هو عبارة عن ال W مقسوما على ال Q عايزة كنسبة معوية بضرب في 100% ناخد مثال محرك حراري ينتج 2200 جول لكل سكن عندما يحترق قمية من الوقود ما يكفي لإنتاج 5300 جول المطلوب احسب الحرارة الضائعة ثانيا إيجاد كفاءة المحرك الحرارة الضائعة هي عبارة عن 5300 ناقص 2200 الناتج معي 3100 جول عايزة أحسب كفاءة المحرك بقول إن كفاءة المحرك هي عبارة عن 2200 قسمة 5300 ضرب 100% تطلع معي بالحسبة 41.5% القانون الثاني في الديناميكا الحرارية يقول إن كل العمليات الطبيعية اللي هي تحولات الطاقة تؤدي إلى المحافظة على الانتروبي كلمة الانتروبي من الكلمات الجديدة حب أعرفك بها الانتروبي اللي هي الفوضى أو العشوائية مقياس الفوضى أو العشوائية فيهن في النظام طيب اللي يهمني في الانتروبي اللي أنا أعرف الرمز بتاعه لو دلتا يس القانون بتاعه اللي هي عبارة عن الكيو مقسوما على تي يعني كمية الحرارة المضافة للجسم مقسوما على درجة حرارة الجسم لو ما عندي قانون الانتروبي دلتا يس بيساوي الكيو على تي مثال احسب التغير في الانتروبي في نظام مكون من 1 كيلو جرام من الماء عند تسخينه من 273 كيلفن إلى 274 كيلفن علما بأن السي ساوي 4180 يومي عندي الحل دلتا يس بيساوي الكيو على تي الكيو ليه الام في السي في دلتا تي مقسوما على تي اللي هي درجة حرارة الجسم الام عندي 1 كيلو جرام 1 ضرب السي اللي هي 4180 ضرب فرق درجات الحرارة اللي هي مقدرة كام واحد لأن من 273 إلى 274 وبقسم على 273 وبطلع القيمة العادية بوحدة الجول لكل كيلو جرام تمام؟ وبحنا انتهينا اليوم من شرح الجزء الثاني في ديناميكا الحرارية وجزاكم الله خيرا وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته